اشتركوا في القناة ليكشف عن القاتل فأوحى الله لموسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة فقالوا أتتخذون هزوة نسألك عن القاتل فتأمرنا بذبح بقرة قال لهم موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لاحظ هنا أن بقرة جاءت نكرة أي بقرة أقل بقرة تحل المشكلة فبدل من المصارع لتنفيذ أمر الله عز وجل عاندوا وماطلوا وتلكأوا وسألوا موسى عليه السلام سؤالا عجيبا قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون سؤال عجيب وغريب جدا سؤال لا محل له عند المؤمنين أخبرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فسألوا ما هي فتكون الإجابة بقرة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لو أخذوا أدنى بقرة لا اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم فأجابه موسى عليه السلام إجابة الحكيم على السفهاء إنه يقول إنها بقرة لا كبير مسنة ولا بكر صغير ولكن عوان بين ذلك أي وسط بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون فخير لكم أن تسارعوا فتمتثلوا لأمر ربكم وتتركوا التعنت والتشدد قال الشيخ شعراوي رحمة الله عليه صغت السؤال نفسها فيها دليل على نقص الإيمان عند المعاندين من بني إسرائيل سؤال لا معنى له سؤال غبي جدا سبقوا أن قال لهم موسى اذبحوا بقرة فكان لابد أن يسألوا سؤالا آخر ولماذا السؤال فليذبحوا أي بقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا جزاكم الله خيرا